بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أجماعة نحن الدين ده ما حق ناس معيني ولا حق فرغة لا بد لكل إنسان أراد أن يتحدث في الدين ميرجع ليزو الواحد ولا طرف واحد الدين ده لازم يبين أخونا ده قال نحن نفت في الكتب من القية خطأ بالرد عليه صح الله ما صح دارينه ردنا عليه كلام ابن الغيم في مدارج السالكين لما تحدث عن الفراسة قال نظرته في اللوحة المحفوظ والكلام معروف عارفه كلام ده ابن تيمية قال نظرته في اللوحة المحفوظ وحلف بأله سبعين يمين تحقيقا لا تعليقا الكلام ده ده عارفه بعد يجي يتكلم عن البرعي يقول كافر مشرك نظر في اللوحة المحفوظ وكذا بعد يجي يتكلم عن الامتين يقول أخطأ وبعدين الكتب اللي بغشباء الناس زي كرامات وكذا دي كتب بتاع التراجم أيما نحن وي منهجنا منهج في الكتب ديال منهجنا الرسالة الغشيرية إننا جوهر التوحيد إننا له كتب زي دي من ده الرسالة وبعدين الوهابية دي لأمولانا وهابية شتتوا حتى دي ما قال المزنبي الفقير يتفرتقوا داب رجعلي دا ما عندهم منهج ذاته ما عندهم منهج منهج ما في نحن عندنا منهج كامل كذا عندنا ناس كتبوا في حديث عندنا ناس كتبوا في التفسير لكن دا ما عندهم دال بس الشباب كده بقوموا كده بلتقوا في الكلام ما عارفين دين أصلا دايره بس يبين ليه كلام ابن تيمية وبن تيمية ذاته الامام ابن كثير في البداية إنه هي لما تكلم عن ترجمته قال شربوا ما يتلغثوا البتاعه وانا داير يشوف الكلام دا هل هو خطأ ولا صاح وينقول الكلام دا رود عليهم وجزاكم الله خير بس في نقاب دايره رود عليهم او دايره أبين فيها مزيد كلام من الكلام اجابوا الودا القبال طيب قال من الكلام اللي قالوا الشباب ديل بيقى ما عندهم منهج قال يردوا على أي ظل والغريبة دا كله بيقى الناس المخالفين اللي أنا في الساحة بقولوا الكلام دا الهواري بتاع انصار صنة بقول الكلام دا اسماعيل عثمان بقول الكلام دا الصوفي بقول الكلام دا يأخذون من مشكات واحدة وانحنا بالرد على أي ظل لكن أي ظل ياتوا خالف الكتاب والسنة أي ظل بالرد عليه كما قال الإمام مالك مش هوا ساكد وبس ما داير ردوا على أي ظل ومنهجه دا منهج الاخوان المسلمين دا منهج بتاع كيزان وينك قد تكون انت ما مسجل معهم لكن شايل المكان والمكان مقسمة فيك فيمتى لو غيروا لا زيت بتستغل اكتر من كده فيمتى فالشغلة دا منهج بتاع كيزان الإمام مالك قال وما منا أحد إلا راد ومردود عليه دا إرنا نوقف الرد ولا شنو ما بنوقف طيب بعدين زيادة برضو ليبيان الشيخ أحمد في مسألة شربوا مويتوا كده كلام دا كان بيحصل ابن تيمية رحمه الله قال في ناس بيمشوا في البوادي بيسمعوا يضلوا يسمعوا صوت ابن تيمية يقول لهم لفوا يمين شمال كاكاك لغاية ما يمرقوا برا فيقول لابن تيمية جزاك الله خير يا كنا ضايعين في الصحراء وانت ما شاء الله وريتنا الشارع قال فيقول لهم ذاك الشيطان دار يضللكم عشان تعبدوني من دون الله دا كان بيقول ابن تيمية فيمتى فانت ما تأخذ الزول بشي اللي بيعمله لكن الان عندنا لك مقاطع عديل كده شيوخك بتاعنا الصوفية بيمشوا يشربوا ليهم مويت الوضو تشرب مويت الوضو الموية دي موية فيها زنوب حديث كتير جدا في فضائل الوضو انه الانسان لما لما يتوضى بيمرق الموية بيدينه في آخر أظافرينه ولغاية الكرعين والأمع الرأس وكده فبيبقى يتحد هنا في زنوب المساكين دا بيشربوا زنوب الشيخ دا لو افترضنا انه الشيخ دا بيأكل مندي وحاجات ظريفة لو ما بيضرب المهيوبة وامتلاتة والكلام داك وينبتعد أرحام الدك فيمتى لو ما كان بيضرب الشغلات نحن ذاتنا من هناك شمات كوريك ساكن طيب فده ما ما دليل زي ما بيقول لك الشيخ أحمد بلاد الله أما كلام ابن تيمية نظر دي كده منك واتحداك تجيبه ابن تيمية نظر في اللوحة المحفوظ اتحداك ثبت العرشة ثم انقش كلام دا قالوا ابن القيم في المدارج والشيخ وراك منزلت الفراسة ودلتها والمسائل الفيض فيمتى لكن ما قال نظر ونفس الكطبة دي نفس الكطبة دي قال لنا واحد في داخلية الوسط جامعة الخرطوم اسمه الطقيع ما بعرف لأن تاب ولا مواصل في صوفيته برضو قال نظر وكان شائل الكتاب ليدكسته فاطلعنا ونظرته من خلال بين شعره وعاتقه فوجدت أنها كتب فكشفت للناس والحمد لله يتكشف فما تكذب ما نظر ما قال نظرته فيمتى وإنما قال شيخ الإسلام من تيمية كتب الله في اللوحة المحفوظ وليه ابن تيمية قال كتب الله في اللوحة المحفوظ وليه زي ما قال لك شيخ أحمد قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا لأنه ربنا قال إن تنصروا الله ينصركم إن أدى تشط تنصروا الله ينصركم جواب شنو شرط يعني إذا حققنا الشرط ربنا حيديني شنو حيديني الجواب وده الإنسان بيوقن فيه ويجزن فيه لأنه كلام الله سبحانه وتعالى لأن الحرب ما هو الحاصل الحاصل شنو التتر خشوا بلاد المسلمين فيمتى ابن تيمية رحمه الله قال للناس توبوا لأ الله ويشتغلوا التوحيد كده قال في القتال الأول القاتلوا فيه والمسلمين كان بيقولوا يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر زي الودة القبل شوية قال إنه بخض في البلاد نزيلوا قل يا ولي الله اسماعيل قال هنا فيه مقدر محزوف محزوف من وين قل يا ولي الله ولي معرف بالإضافة يحزف شنو تاني تاني تحزف شنو تاني حزفت عغيطتك بس تاني ما حزفت حاج فيمتى فهنا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أيقن وأوقن بوعد الله ده اللي بيقولوا يا خائفين من التتر لما الناس وحدوا الله وبيقولوا تماموا كده بعد ذاك ابن تيمية كما ذكر في مجموعة الفتاة وخلوني أقرأ ليكم الكلام لأنه مهم ده الكلام ابن تيمية ليه قال كده أديك الجواب من فتاة ابن تيمية المجلد 27 كضب ما ينفع معنا ما تكضب على ابن تيمية والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولو لاحظوا الكوادر ديل أغلبهم كما كلهم كلهم كضبين حتى بتاع الباستة ابن تيمية زمنه كان في مصنع باستة باستة ورق زمن ابن تيمية ما في ورق كضبه برضو طيب نرجع لأي ده قال صفحة 505 وانت ماشي يقول ده طيب عليش الكلام في ثلاثة صفحات أنا بقرأوا كله للنهاية شانتاني ما تكضب على ابن تيمية دي شيئة معاك قال وقال رحمه الله فصل جزء 27 قال ثبت للشام وأهلي مناقب الناس كانوا ماشيين ناس ماشيين لمصر جنود المسلمين ابن تيمية قال له ما قعدوا في الشام وحتينتصروا في المرة دي لما انصلحت عغيدتكم وقعدتوا في الشام ليه قال قال لأسباب قال وهي أحد ما اعتمدته في تحضيض المسلمين على غزو التتار وأمر لهم بلزوم دمشق ونهيهم ونهي لهم عن الفرار إلى مصر واستدعاء العسكر المصري إلى الشام وتثبيت الشامية فيه وقد جرت في ذلك فصول متعددة وهذه المناقب أمور يعني اعتمد على شنو أحدها البركة فيه في شنو يعني في الشام ثبت ذلك بخمس آيات من كتاب الله تقال جزم ساي جزم بكتاب الله كتاب الله ربنا قال وتمت كلمة ربك شنو صدقا وعدلة طيب الأولى في قصة موسى لما قوم موسى قالوا قالوا أوذينا من قبل أن تاتينا إلى قوله فلما كشفنا عنهم الرجزة إلى أجل هم بارغوه إذا هم ينكثون إلى قوله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل فربنا بيّن إنه بني إسرائيل شنو الأرض دي المشارق ومغاربها دي الأرض دي الشام ومعلوم أن بني إسرائيل إنما أورثوا مشارق أرض الشام ومغاربها بعد أن أورق فرعون في اليوم وقولوا تعالى دليل نمرتنين سبحانا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي شنو يا أخوانا باركنا حوله وحوله أرض الشام وقولوا تعالى في قصة إبراهيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ومعلوم أن إبراهيم إنما نجاه الله ولوطا إلى أرض الشام من أرض الجزيرة والفرات وقولوا تعالى ولسليمان الريحة عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي شنو باركنا فيها وإنما كانت تجري إلى أرض الشام التي فيها مملكة سليمان وقوله تعالى في قصة سبا وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير وهما كان بين اليمين بين اليمن مساكن سبا وبين منتهى الشام من العمارة القديمة كما قد ذكره العلماء فهذه خمس نصوص دا من شنو دا من القرآن في هجرة إبراهيم إليها ومسر الرسول إليها وانتغال بني إسرائيل إليها ومملكة سليمان بها ومسير سبا إليها ووصف بأن الأرض التي باركنا فيها وأيضا ففيها الطور الذي كلم الله عليه موسى والذي أقسم الله به في صورة الطور وفي التين والزيتون وطور سنين وفيها المسجد الأقصى وفيها مبعث أنبياء بني إسرائيل وإليها هجرة إبراهيم وإليها مسر نبينا ومنها معراجه وبها ملكه وعمود دينه وكتابه وطائفة منصورة من أمته وإليه المحشر والمعات كما أن من مكة المبدأ فمكة أم القرى من تحتها دحية الأرض والشام إليها يحشر الناس كما في قوله لأول الحشر نبأ على الحشر الثاني فمكة مبدأ وإليا معاد في الخلق وكذلك في الأمر فإنه أسرى بالرسول من مكة إلى إليا ومبعثه ومخرج دينه من مكة وكمال دينه وظهوره وتمامه حتى مملكة المهدي بالشام فمكة هي الأول والشامية الآخر والأمر في الكلمات الكونية والدينية ومن ذلك أنبيها الطائفة المنصورة وذكر الأحاديث على ذلك إذا ما يبقى شغل بتعغلات وتقعدوا تبتروا في النصوص والإعلام مفتوح لكم وتجيبوا أنصار سنة وبعدما ديرنا نرد عليهم شوفوا يجغب أنصار سنة وديرنا ما رد عليهم لا لا قال لي اتنين بادوسكم طيب قال إلى قوله ومن ذلك أنها خيرة الله من الأرض أن أهلها خيرة الله وخيار أهل الأرض واستدل أبو داود في سننه على ذلك بحديثين ده ما ابن تيمية ده أبو داود حديث عبد الله بن خوال الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ستجندون أجنادا جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق زكر أحاديث كثيرة جدا بعد ذا وقال من الأدلة على ذلك من ذلك أن منافقها لا يغلب أمر مؤمنها كما رواه أحمد في المسند في حديث وبهذا استدللت لقوم من قضاة القضاء وغيرهم في فتن قام فيها علينا قوم من أهل الفجور والبدع الموصوفين بخصال المنافقين لما خوفونا منهم فأخبرتهم بهذا الحديث وأن منافقين لا يغلب مؤمنين ده من فضائل الشام المنافق الفيهة ما بيقدر يغلب شنو المؤمن عشان كده شغل ألباني ضقل بالبوطي في النهاية جغى مبشر صوفي البوطي صوفي في إمتى؟ صوفي واقف مع بشر لسه ده موضوع تاني خليهم منتدى تاني طيب قال وقد ظهر مصداق هذه النصوص النبوية على أكمل الوجوه في جهادنا للتتار وأظهر الله للمسلمين صدق ما وعدناهم به ده الكلام كده عشان ما تقعد تبتر وعمل فوق الودل الموضوع جايط يعني كده عشان يدخل في نفسيتك إنه ده موضوع بتعجوط دراد على ده دراد على ده أو في النهاية بن تيمية والبرعي والميرغان القراليك منه الكلام هسي واحد نظروا كذب طيب قال واظهر الله للمسلمين صدق ما وعدناهم به وبركة ما أمرناهم به وكان ذلك فتحا عظيما ما رأى المسلمون مثله منذ خرجت مملكة التتار التي أذلت أهل الإسلام فإنهم لم يهزموا ويغلبوا كما غلبوا على باب دمشق في الغزوة الكبرى التي أنعم الله علينا فيها من النعم بما لا نحصيه خصوصا وعموما والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن شاء الله بقيت الفرص خلوها للمنتدى الجاي في سؤال هنا قالوا إنه في واحد اسمه عبدالواحد ومين أخوه اللي زياري قظن بيجيوا يشتغلوا هنا بيجيوا يشتغلوا هنا ما بيجيوا يستحضر لهم تخش معهم تعتقد عيسى ما نبي زي ما قالها في الغنى تعتقد إنه الولي بيصرف في الكون وأبو جهل بيقول لك الولي ما بيصرف في الكون وين القرآن قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون أي أبو جهل وأبو لهب وعبو بن أبو معيط سيقولون لله والإزيري وعبدالمحمود والبرعي والصوفية بيقولوا ليك للشيخ فأي الفريقين أقلوا ضلالا وأقلوا شركا في إمتى وغيروا من الباطل فما بجيوا يستحضر لهم صوفية ولا غيرهم ما بجيوا يستحضر لهم إن شاء الله نواصل المنتدى الجاي إن شاء الله حيكون فيه فرص إن احنا أطلنا على الناس بارك الله فيكم جزاكم الله